يمكن اغلبنا ان لم يكن كلنا يوميا بياكل بيض بتاكلوا بصور مختلفة وباشكال مختلفة فيه مننا اللي بيحبوا مسلوق وفيه مننا اللي بياكلوا قملت او مقلي ولكن مش كلنا عارفين كل فوائد البيض اكتر من الفايدة اللي كانت امهاتنا بيقولها لنا كل بيض عشان عظمك يبقى كويس في فوائد تانية بقى اكثر فائدة واكثر قيمة من فكرة ان البيض فقط عشان العظام فيه كمان بعض الاسئلة والمعلومات اللي قد تكون خطأ شقاع عن البيض هنتعرف عليها النهاردة زي مثلا البيض مناسب لمريض الكوليسترول ولا لأ محتاج اكل كم بيضة في اليوم او الاحتياج اليوم بتاع الشخص طيب لو انا بعمل رجيم هل البيض مناسب مع الرجيم ولا لأ كل الحاجات دي هنتعرف عليها النهاردة زياد كمان ان انا هقول لحضرتك او حضرتك على بعض الوصفات اللي ممكن تستخدمها للبيض تخص البشرة وتخص الشعر مهمة جدا فيلا بينا على كابسولة صحة عشان اقول لك على كل الحاجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك في حلقة جديدة من حلقات كابسولة صحة لو افترضنا ان احنا في بطين كبار البيضة تقريبا وزنها 50 جرام يعني مجموع البطين حوالي 100 جرام اللي هو هنقول ان دي الجرعة الموصى بيها او نقول يعني الاحتياج الموصى بيه من البيض يوميا الميت جرام دول بيحتوى على 115 سعر حراري فقط في المقابل هما بيدوك تغذية كويسة جدا فلو حضرتك او حضرتك عامل نظام غذائي ممكن تعتمد على البيض كوجبة يعني تقدر تاخده الصبح يديك 115 سعر حراري ما فهمش كربوهايدرات ايوة زي ما حضرتك سمعت البيض ما فهوش كربوهايدرات وبالتالي انت بتعتمد انت بتاخد بروتين وبتاخد دهون صحية فقط بدون كربوهايدرات فبالتالي البيض مناسب لكل انواع الضايت اللي ممكن تعملها سواء كان الضايت داكيتو او ضايت منخفض الكربوهايدرات او حتى بتعمل اللي هي حمية البحر المتوسط برضو البيض معك فيها فده صديق كل انواع الضايت حضرتك كمان مش كده بس عندك الميت جرام بيض يحتوي على 13 جرام بروتين فلو انت احتياجك اليومي مثلا من البروتين ومبدئيا لاحتياج اليومي بتاع البروتين بيختلف من شخص للتاني كل واحد على حسب النشاط البدني اللي بيبزله وعلى حسب الكتلة العضلية اللي موجودة عنه فانت عشان تحسب احتياجك من البروتين اضرب وزن جسمك في واحد كل كيلو جرام محتاج واحد جرام بروتين ده في الحالة العادية انما انت لو بتلعب رياضة و بتفزل مجهود اكتر كل كيلو جرام من جسمك بيحتاج حوالي 2.2 من 10 جرام بروتين نيجي بقى للحتة المهمة ان كل 100 جرام من البيض بيحتوع على 11 جرام دهون والدهون دي بتكون مقسمة لدهون مشبعة ودهون غير مشبعة ولكن اغلبها دهون صحية زي الأوميجاسري اللي بتكون موجودة على شكل اللينولينك أسد فده من الأوميجاسري اللي بتساعد ان هي بتقلل الLDL والLDL ده مش نوع كوليسترول ولكن نوع الحامل او الناقل بتاع الكوليسترول فده يجاوبلك على السؤال هل مريض الكوليسترول ينفع ياخد بيض او لا هقول لحضرتك قولا واحدا ينفع ياخد بيض والبيض بريء تماما من فكرة ان هو ما ينفعش مع مريض الكوليسترول او ان هو بيرفع الكوليسترول البيض نفسه اصلا بيحتوي على 373 ملي جرام من الكوليسترول الاحتياج اليومي بتاع الشخص تقريبا يعني 300 ملي جرام كوليسترول ولكن برضو هرجع وقول لحضرتك ده مش الLDL ولا هو الHDL بالعكس البيض بيساعد ان هو بيزود من الناقل بتاع او الناقل الصحي بتاع الكوليسترول اللي هو اسمه الHDL وبيقلل الLDL طب معنى كده ان انا اروح اكل بيض بكميات كبيرة 7-8 بيضات في اليوم طبعا ده مش صح هو الموصب من بطين لتلت بيضات يوميا فقط فاكر في حلقة الفيتامينات لما اتكلمنا عن الفيتامينات اللي اختصارها كده فيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي اللي هي الفيتامينات التي تذوف في وسط دهني كل الفيتامينات دي موجودة جوه البيض يعني انت خدت فيتامين دي خدت فيتامين اي خدت فيتامين كي خدت فيتامين دي كل الحاجات دي موجودة واغلبها موجود جوه الصفار بتاع البيض اللي بعض الناس بيرميه فارجوك حاول مترميش او مش حاول لا لازم تاكل صفار البيض يا اما انت مستفدتش اي حاجة من البيض فيتامين اي احنا كلنا عارفين ان هو فايدته للبشرة وللنظر عشان كده الناس بتاكل الجذر لانه غني بفيتامين اي خلينا اقولك ان البيض اغنى منه بفيتامين اي مفيك جدا للنظر وفيتامين اي هيفيدنا كمان شوية لما هكلم حضرتك او حضرتك على فوايده للشعر والبشرة وازاي نعمل بيه مسكات تأشر البشرة بشكل صحي ممتاز جدا عندنا بقى كمان فيتامين بي 12 وعندنا زينك وعندنا حديد وعندنا سيلينيوم كل العناصر دي موجودة جوه البيضة الصغيرة اللي انت بتفتر بيها الصبح نيجي بقى لاهم عنصر وخصوصا للاطفال يحتوي البيض على مادة الكولين مادة الكولين بتدخل في تكوين الجهاز العصبي وتكوين خلايا المخ لنقل الاشارات العصبية فحضرتك لما بتديها للطفل انت بتحفظه على نمو سليم وصحي لخلايا المخ او الخلايا العصبية في جسمه عارف انت لما بتروح تجيب السنترام دلوقتي بتلاقي مكتوبة على علبة سنترام لوتين السنترام لوتين هو عشان مادة ليوتين الليوتين ده مفيد جدا للنظر ويعتبر مضادة اكسادة ممتاز فده مع فيتامين ايه بيقو النظر بشكل كبير جدا خصوصا للناس اللي عندها مشكلة او نقدر نقول غشاوة في الرؤية فحافظ على اكل البيض انت استفدت بحاجتين اتنين للنظر فيتامين ايه والليوتين والاتنين دول مفيدين جدا خصوصا للاطفال اللي بيعودوا دلوقتي اغلب الوقت قدام السكرين او قدام الشاشات الايباد والتابلت والتلفزيون والكمبيوتر كل الحاجات دي مهم جدا ان انت تحافظ ان هو كل يوم على الاقل يأكل بيضة واحدة او بالطين طيب نيجي بقى لاستعمال البيض بالنسبة للبشرة بشكل موضعي حضرتك وحضرتك تقدر تعمل بالبيض ده كذا قناع في قناع اللي هو بيتعمل قناع التأشير وده احنا بناخد فيه البيض بتاع البيض بنحطه على ليمون ونعمل بيه ماسك على الوش وتسعب مثلا 15-20 دقيقة لحد ما يبدأ ان هو ينشف بعد كده بنبدأ ان احنا نقشره ونغسل البشرة ده بيعمل تأشير ممتاز جدا لو حضرتك او حضرتك بتعاني مثلا من اصار حب شباب او حتى كتأشير يدي نظارة للبشرة لان احنا قلنا ان البيض غني بفيتامين اي وخصوصا البيض فيه نسبة كويسة جدا من فيتامين اي ممكن كمان نعمل قناع للترطيب والتغذية للبشرة ان بنجيب الصفار بتاع البيض بنحط معاه عسل نحل بنحط معاه عصير ليمون ويتعامل يتخلطه مع بعض ويتعامل بيه ماسك كويس جدا للبشرة يترك برضه على البشرة لفترة ده بيعمل ترطيب وبيعمل شد للمسام وكمان تجديد لخلايا البشرة كمان فيه ماسك البيض وزيت الزتون نفس الموضوع برضه بناخد الصفار بتاع البيض بنحط عليه زيت الزتون يتحط ماسك يتساب من 15 ل 20 ديئة على البشرة حضرتك او حضرتك تخسله بعد كده ده برضه مفيد ومغز جدا للبشرة كمان بالنسبة للشعر احنا ممكن نعمل ماسك ممتاز جدا للشعر ياما بزيت الزتون ياما بزيت جوز الهند عن طريق ان احنا بنحط بيضة واحدة مع اتنين ملعقة زيت زتون او اتنين ملعقة جوز الهند ده بيساعد ان هو بيعمل ترتيب ويد لمعان للشعر وممتاز جدا خصوصا للاطفال والناس اللي عندها خشونة في الشعر مثلا بسبب استخدام السبغات وكده فحضرتك لما بتعملي كده انت بتدي للشعر عناصر مفيدة جدا زيت كمان بتديله تنعيم وتراوة وتغذية كمان طب افضل انواع البيض اللي ممكن نكلها هل كل البيض اللي موجود في السوق ده زي بعضه خلينا اقول لحضرتك وحضرتك احسن نوع من انواع البيض البيض اللي بيكون الفراخ متغذية فيه على الطبيعة مش الفراخ اللي موجودة في المزارع ومش معنى كده برضو ان انا بقولك لو ملاقيتش ده متاكلش بيض خالص ده شيء احسن ملا شيء بس اذا لقيت البيض اللي هو احنا بنقول عليه البيض بلد يعني فده الافضل والاحسن طبعا بيكون الفراخ متغذية على عناصر كتير جدا من الطبيعة خصوصا لو هي مثلا في مزارع او يعني بعيدا عن مزارع اللي هي نقدر نقول الحقول يعني بعيدا عن ان هي موجودة على اسمنت وفي مكان مقفول وكلام من ده ما بتبقاش متغذية قوي على عناصر بالنسبة ان احنا كما نقدمين تبقى مفيدة قوي بالعكس بتعتمد على نوع العلف اللي هي بتاكله فقط والحد هنا وصلنا نهاية الحلقة بتاعت النهاردة اتمنى ان الحلقة تكون عجبت حضراتكم كما اتمنى ان انتو تشاركوها معايا حد تاني ممكن يستفيد بيها ما تنسوش تشتركوا في القناة كمان تشتركوا في اشتراك الدعمين للقناة شكرا نشوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جاء على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة